برنامج الأغذية العالمي يعلن عن منحة سعودية إماراتية بقيمة 240 مليون دولار لدعم من أسماهم البرنامج المستضعفين في اليمن ولتلبية الحاجة المتزايدة للغذاء في هذا البلد خلال شهر رمضان المبارك وفي بيان للبرنامج صادر في السابع من هذا الشهر وبعد مرور يومين على دخول الشهر الكريم أوضح البرنامج أنه يخطط لاستخدام المساهمة السعودية الإماراتية في تزويد ملايين من الأسر بحصص غذائية شهرية من الدقيق والزيت والسكر والملح في المناطق الحضارية التي لا تزال الأسواق تعمل بها عبر قسائم غذائية ستحصل عليها هذه الأسر لشراء الحصص التامونية من خلال بعض التجار المحليين يأتي ذلك وسط استغراب المراقبين من استمرار التحالف في تحييد مهمة الحكومة والذهاب باتجاه الوكالات الدولية التي تواجه حملة وطنية واسعة النطاق كشفت عن المسارات الفاسدة لأموال المساعدات الموجهة لصالح اليمنيين والتي تمر عبر هذه الوكالات وفي مدينة الحديدة حيث يتواجد أكبر مخازن الحبوب التابع لبرنامج الأغذية العالمي في البلاد وتواجه الكميات المخزنة فيه خطر التلف ثم تنفراجة تحققت بشأنه بعد اتفاق بين الأطراف على وصول فريق مشترك من البرنامج ومطاحن البحر الأحمر بالوصول إلى موقع المخزن شرق مدينة الحديدة المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إرفيف في روسيل أوضح أن عمليات الفريق المشترك ستستغرق بضعة أسابيع وستتضمن عمليات تنظيف وإعادة تأهيل ماكينات الطحن وتبخير القمح وتنظيفه وستعقب ذلك مرحلة ثانية وهي البدء الفعلي في طحن القمح وتوفير الدقيق لنقله إلى أكثر المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام الأمن الغذاء في اليمن في روسيل لفت إلى أن برنامج الأغذية العالمي سيحتاج إلى إرسال مزيد من العمال والخبراء التقنيين في الوقت المناسب بالإضافة إلى توفير الإمدادات للفريق الذي يعمل الآن في الموقع المنسقة الدائمة للشؤون الإنسانية في اليمن ليس غراندي وصفت عملية تأمين وصول الفرق الأممية إلى مطاحن البحر الأحمر بأنها كانت شاقة وطويلة وصعبة ومحبطة وشددت على ضرورة أن يبذل الجميع قصار جهدهم لضمان أن يعمل الشركاء في المجال الإنساني بحرية وأن يصلوا بشكل غير مشروط وفوري إلى من هم بحاجة إلى العون الإنساني